اشتركوا في القناة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجكم جيل التغيير المسلم كالأرض يجب أن يتم دورتين الأولى حول نفسه والثانية ضمن هذا الفلك الذي يعيش فيه ونحن يجب أن ندور حول أنفسنا بالبحث عن سعادتها وأججب أن ندور حول هذا الفلك للتعمير والتطوير فالشباب هم العناصر الفعالة في المجتمع ويجب أن يبحث كيف يطور هاتين الدورتين سنتحدث في هذه الحلقة عن الشباب والدور والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم المسؤوليات المجتمعية تحديدا يسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء استضافة الأستاذة سمر حمد الناشطة الاجتماعية والشبابية فأهلا وسهلا بكم حياكم الله أهلا وسهلا أستاذ سمر هناك مقولة تقول لا بناء ولا تعمير بدون الشباب فهم العناصر الفعالة والكاملة في المجتمع فكيف ننظر إلى هذا الجانب أي عناصر الشباب التي تقوم بهذا الدور للتطوير والتعمير المجتمعي حياكم الله وأشكركم على هذه الاستضافة حقيقة إن هذه المقولة صحيحة وهي واقع يثبت بوجود الشباب في المجتمعات لا مجتمع يقوم بدون عموده الفقري لا مجتمع يقوم بدون مده الهادر كالسيل الجارف الذي يعمر ويبني ويرفع النهضة هؤلاء الشباب هم الركيزة الأساسية واللبنة الأولى التي تقوم عليها المجتمعات أي مجتمع سيقوم من دون عموده الفقري هذا العمود الذي يعطي كل جسم القوة الصلابة الدعامة فكيف سيمكن لهذه الأجسام التي تسمى دول التي تسمى أمم أن تقوم لها قائمة أن تقف قوية صلباعتية في وجه كل التحديات دون أن يكون لها عمود فقري قوي يسمى الشباب نعم الشباب هم صلب كل مجتمع هم نهضة كل أمم هم الروح القوية الكامنة التي تسري في جسد هذه الأمم حتى تقوم بتغييرها ورفعها وإعلاء شأنها فهذه الشباب هي القوة الكامنة التي توجد في داخل هذه الشعوب وكأنها الماء الذي يسري في لحاء الأشجار التي تكون قد أوشكت على الموت قد أوشكت على الانتهاء على الاندثار فما أن تسري هذه المياه التي تسمى الشباب في ذلك اللحاء الميت الذي اقترب على أن يكون بلا مكان وبلا وجود حتى تعود قوية حية نابضة مخضرة تعطي ثمارها في كل حين نعم إذن للشباب دور فعال في هذا الأمر ومهم جدا نعم ورسول صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في السير والتاريخ الإسلامي عموما كان لهم دور بارز في هذا الجانب أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتعث قادة للجيوش وكانوا من الشباب وكانوا رسلا وخير الرسل لنشر هذه الدعوة ونشر الدين فكيف ننظر إلى هذا الجانب تحديدا أي أن الجانب النبوي أو السيرة النبوية أعلت من شأن الشباب ودورهم في الحياة عموما حقيقة وفي كل زمن إلى أن يرث الله هذه الأرض سيبقى لنا في نهج النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة على الأمم أن تتصفح تلك الصفحات المنيرة المشرقة المضيئة من سيرة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم لتأخذ العبارة والعضاء حتى تتعلم كيف تبنى الأمم كيف تبنى الشعوب كيف تبنى القوة التي تعمر فيها هذه الشعوب حينما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أنه جعل شابا كأسامة بن زيد قائدا لجيش جرار هذا الجيش يحتوي على هامات وقامات من الصحابة العظام الذين كان لهم شأنا ومكانة عظيمة بين الصحابة يأتمرون بإمرة شاب ما زال في حداثة عمره حينما نرى كيف يقاد علي بن أبي طالب جيشا وهو ما زال فاتيا في بداية العمر هذا يأخذ من جانبين يجب أن ننظر إليه من جهتين من ناحيتين الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن ويعلم ويدرك بأن هؤلاء الشباب قادرين قادرين على أن يقودوا جيوش قادرين على أن يعمروا أوطان قادرين على أن يكونوا في المقدمة في المقدمة في صياغة هذه الأمم ورفعة شأنها المجتمع في ذلك الزمان المجتمع الصحابة كان يعني يخطو خطواته الأولى نحو المجد والسؤدد والمكانة والعلو جعل للشباب مكانة ونصيب وحظ عظيم من أنهم قادرين على أن يبنوا هذا المجد العظيم الذي ما زلنا لليوم نتغنى به وهو يقول بأنه إن أرادت لهذه الأمم أن تقوم لها قائمة فليجعل الشباب في رأس القائمة فليكونهم رأس الحرب لكن من جهة أخرى أن أبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن هؤلاء الشباب حتى يكون هؤلاء القادر العظام الذين يأتمروا بأمرهم عمة الناس ومن فيهم منهامات وقامات شامخة وعالية يجب أن يصاغوا أن يربوا أن يعيشوا في حياتنا من نيهم تصوغهم بصياغة تصنعهم بصنعة من نوع خاص من نوع فريد يجب أن يكون لهم محاض فريدة خاصة هؤلاء يجب أن يصبغوا بالصبغة تليقوا بهم حتى يكونوا في ذلك المكان العظيم قادة للأمم الإنسان عندما يريد أن يكون قائدا وخاصة إن كان شابا حديث العمر سيتكلم وكأنه كهل سيتعامل وكأنه كهل يجب أن يكون هذا الشاب قد كان متربيا في محاض من نوع فريد من نوع خاص فهو يريد أن يلفت المجتمعات بأنهم يجب أن يكونوا هذه المحاضن لأولئك الشباب لا نطالب شبابنا بأن يكونوا هم قادة تلك المجتمعات والقوى الفعالة الكامنة المحركة حتى تبني هذه الشعوب وهذه الأمم ونحن لن نربضهم في تلك المحاضن لم نصوغهم صياغة خاصة لم نصنعهم بأدوات خاصة لم نعطهم المهارات والقدرات التي تساعدهم على أن يمضوا قدوما في تلك الطرق الصعبة والحالكة لا يمكن لنا أن نترك هؤلاء الشباب في تلك الطرق الوعرة المليئة في كل تلك التحديات والصعوبات في خضم تلك المعارك العظيمة التي تقودها الأمم وتسعى في نحو القوة والسؤدد فيها المجتمعات ونحن دون أن نسلح شبابنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الشباب قادة من طراز خاص يستطيعون أن يقودوا المجتمعات وأن يكونوا في المقدمة ولكن إن كان خلفهم مجتمع قد احتضنهم جيدا قد سلحهم جيدا قد أعطاهم كل الأدوات التي يحتاجونها حتى يكونوا في تلك المقدمة جنودا عظام وقادة عظام نعم إذن للشباب دورا فعال ونلاحظ في الفئة الشبابية عموما أنهم أكثر فئات المجتمع تقبلا للأفكار الجديدة والتطوير والإبداع وهم بذلك لهم ميزة عظيمة فكيف يمكننا استثمار هذه الميزة؟ حقيقة الشباب عندما نتصفح أو نتلمس السمات الخاصة التي تجعلهم فئة عمورية يعني ينظر إليها وعلى أنها ثروة وكنز وكأنها مناجم من ذهب يجب التنقيب في داخلها حتى نستخرج أفضل ما فيها لخدمة هذه المجتمعات نرى بأن من أعظم السمات الموجودة في هذه الفئة العمورية القدرة على التغيير والتقبل للتغيير في عمر حديث يعني هم يتقبلون أن يتغيروا ويغيروا في أعمار حديثة صغيرة وهذا يجعلهم قادة ممتازين عظماء يستطيعون أن يفتحوا آفاقاً واسعة للمجتمعات يفتحوا آفاقاً عظيمة لمجتمعاتهم يفتحوا أبواباً كانت مغلقة من قبلهم غلقت على تلك المجتمعات لكن حينما هم جاءوا إلى تلك الأماكن من صناعة القرارات هم فتحوا تلك الأبواب وتلك الأفق وتلك المساحات العظيمة لشعوبهم لما؟ لأن هؤلاء الشباب أو تلك الفئة العمرية تتمتع بصفات مهمة وممتازة منها أن هؤلاء لديهم الحماسة والاندفاع لديهم طاقة كامنة وندفعة هم يندفعون إلى الأفكار يتنقلون بينها بقوة بحماسة بفاعلية لديهم القدرة بأن يندمجوا وينسجموا في الفئات العمرية والمجتمعية أن يتفاعلوا مع القضايا المجتمعية والموجودة في بلادهم وعلى ساحاتهم اليومية يتفاعلوا معها بطريقة تكون مضاعفة أضعاف كثيرة بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى نرى بأن فئة الشباب تدخل في الفئات المجتمعية والعمورية بسرعة كبيرة تنتشر انتشار النار في الهشيم نرى أنهم قادرين على أن يأتوا بأفكار يطلعوا على العالم بما لديهم من مهارات وقدرات منفتحة على العالم ككل هم منفتحين دائما على التغيير وبالتالي هذه الصفة هذه الميزة هذه المهارة الموجودة في فئة الشباب هي التي تجعل الشباب عنصر فعال هي وكأنها دينيمو كيف الدينيمو دائما يغير يجدد يكسر الجمود الركود الموجود في المجتمعات فهؤلاء الشباب هم الذين يكسرون الركود والجمود بقدرتهم على التغيير المستمر إذن لهم طاقات هائلة ولهم يعني عقول نيرة وتقبل للتغيير والإبداع والتفكير فكيف يمكننا استثمار هذه الطاقات خصوصا في مؤسسات المجتمع المدني في النواد الثقافية والمجتمعية والرياضية ودور الرعاية يمكننا أيضا الحديث عنها فكيف إذن يمكننا استثمار هذه الطاقات حقيقة يعني الأمر شائك ومؤلم جدا المتأمل والمتصفح والمتابع لأوضاع الشباب العربي بشكل عام والشباب الفلسطيني بشكل خاص يعلموا جيدا ويدركوا حجم الظلم الواقع على هذه الفئة العمورية بالرغم من أنها الفئة القادرة على التغيير على التجديد الفئة القادرة على إخراج المجتمع من أزماته وإمساك بيد هذا المجتمع إلى بر الأمان إلى أنها فئة مظلومة لطالما وعلى مر سنوات طويلة خمشت هذه الفئة العمورية لطالما وضعت على رف على رف الإنجازات على رف المكان العظيم والمرموق التي يجب أن تعطى لهؤلاء الشباب هؤلاء الشباب مورس عليهم التهميش لم تعطى لهم الفرص لم تعطى لهم الطريق المناسب والأسلوب الذي يستحقونه حتى يكون لهم دور فعال وفي تنمية هذه المؤسسات المجتمعية الندوات المنح الدراسية المؤتمرات التي تحدث عالمياً على مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي نرى في كل مرة تغيب عنصر الشباب فيها لا يوجد هناك نسبة فعالة قوية لعنصر الشباب مع أن الذي يجب أن يشغل عليه والذي يجب أن يعطى هذه القوة والذي يجب أن يعطى الوعي ويفتح له آفاق حتى يكون له تجارب متعددة يستفيد منها خلال عمره حتى يراكم هذه التجارب ويستطيع أن يكون مفيداً ومثمراً أكثر هم فئة الشباب لكن طالما وفي كل المناسبات وفي كل النوادي وفي كل المحافل في كل المؤسسات التي تكون فيها المناصب المرموقة يكون فيها صنع القرار يغيب الشباب عن هذه المناصب يغيب الشباب عن هذه النوادي يغيب الشباب عن تلك المؤتمرات وعن تلك الأماكن التي يجب أن يكون فيها الشباب صناع القرار لذلك إن أردنا أن يكون للشباب دور فعال فيجب أن يعطى هذا الشباب حقه يجب أن تفكر تلك المجتمعات في كيفية استغلال تلك القدرات يجب أن تسلح تلك الشباب في القدرات في الأدوات يجب أن يصبح ذلك الشاب شابا منفتحا على الرؤية العالمية على السياسة العالمية على الاقتصاد العالمي على المجدان العالمي أن يقرأ خارطة العالم كيف تفكر تلك الأمم ما هي الأدوات التي تمتلكها تلك الأمم حتى أصبحت في أوج تطورها في تقدمها في حضارتها يجب أن نسلح شبابنا في تلك الأدوات الحضارية التي تقدمت من خلالها المجتمعات الأخرى أما أن يبقى الشاب في معزل عن الواقع في معزل عن هموم واقعه في معزل عن تطلعات واقعه عن طموحات واقعه فذلك الذي يجعل كنزنا بلا فائدة عندنا كنز وكنز عظيم ولكن نحن لا نستغله نجعله دائما في معزل يعيش في الحياة الرتيبة في الهموم اليومية يجب أن تدرس ثم تتخرج تحصل على وظيفة هذه الوظيفة تحصل عليها إن كانت هناك فرص عادلة تقسم بناء عليها الوظائف وبعد ذلك تعيش الحياة الرتيبة التي تكمل بها سيرما قبلك لكن أن نفتح لهؤلاء الشباب نوافذ على العالم وما فيه من تحضر وتمدن أن نذكره بأن لك هدف بأن تعمر هذه الأرض ابتداء ثم تنطلق إلى تعمير الإنسانية بعد ذلك فذلك غير موجود للأسف لذلك سيبقى دور الشباب هامشيا في المؤسسات المدنية في الحياة السياسية في الحياة الاجتماعية حتى على مستوى النوادي البسيطة لأن الشباب دوره مهمش محجوب عليه مصادر حقه في أن يكون له قوة ولماذا؟ لأن الشباب إن أمسك سيغير وإن غير سيغير المنظومة الفكرية بشكل جذري وهذا ما لا يريده الكثيرون في العالم العربي نعم إذن هناك دور عظيم يقوم به الشباب لو نظرنا إلى الجانب على المستوى المحلي الجانب الفلسطيني أو الحالة الفلسطينية تعاني من الخلاف والفرقة على كثير من الأصعدة فما دور الشباب هنا في تعزيز التآلف ونشر المحبة والتكاتف والاجتماع على الرأي الواحد؟ حقيقة نحن في فلسطين رأس مالنا هم فئة الشباب الساحة الفلسطينية تعاني من الكثير من المحكات الصعبة تعاني من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى عمق في التفكير تحتاج إلى طاقات هائلة حتى نستطيع أن نتدياوز كل تلك المحن نتخطى كل تلك العقبات وكل ذلك قائم على أكتاف وعلى عواتق أولئك الشباب هم أملنا هم الشمس التي تبزغ في وسط كل هذا الظلام الحالك الذي نعيش فيه في الحالة الفلسطينية الحالة الفلسطينية معقدة لدرجة أننا أصبحنا نعيش في تشرذم حزبي عصبيات إلى تلك الأحزاب عصبيات إلى العشائر إلى العائلات تلك المشاهد التي بتنا نراها على الساحة الفلسطينية التي لم نرها من سنوات طويلة على ساحة الفلسطينية من مشاكل من اقتتال من عصابية وتحزب مقيت قد يلقي بالمشاكل والفتن على الساحة الفلسطينية كل ذلك هو أمانة في رقابنا نحن الشباب يجب على تلك المعادلة أن تتغير هؤلاء الشباب يجب أن ينفتحوا بفكر منضبط متوسط أن يكون لديهم وعي بأنني لست بوقا لأحد وأنني ملك لنفسي لست عبدا ولست جندا لأي تنظيم لأي فصيل لأي رأي لأي مبدأ أنا أملك وعيا منضبطا وسطيا أحافظ فيه على ضوابط وثوابط ومبادئ أساسية حد أدنى من المبادئ الأساسية التي تحافظ على السم الأهل الفلسطيني التي تحافظ على المبادئ والقضايا الفلسطينية نحن الشباب هذا السياج الذي يحيط بالقضايا الفلسطينية يحيط بثوابتنا الفلسطينية نحن السياج الذي يحافظ على استمراريتنا نحو تحقيق أحلامنا وأهدافنا في التحرير إن كنت أنا كشاب فلسطين سأكون تقطعت على قلبي التحزب المقيت والتعصب لتلك الحزبيات وتلك الفصائل وتلك الأحزاب لا أستمع للآخر لا يوجد عندي انفتاح على الآخر لا يوجد عندي تعددية أنا ألغي الآخر كليا أنت غير موجود مجرد أن تكون مختلف معي في الرأي في وجهة النظر في انتمائك السياسي في أفكارك في آرائك فأنت غير موجود بالنسبة لي لا أتقدم إليك خطوة واحدة ولا أحاول أن أنفتح عليك لأحاول أن أقرب وجهات النظر الآن الأجيال السابقة التي أصبحت الآن حرمة وإن كان لها قوة وسيطرة في الساحة الفلسطينية هذه أجيال قد ولت وأكل عليها الدهر وشرب اليوم نحن نحتاج إلى روح جديدة تسري في الحالة الفلسطينية دماء جديدة تتدفق في الشعب الفلسطيني في الساحة الفلسطينية في القضايا الفلسطينية تكون تحت عنوان أنا أتقبل الآخر وإن كان مختلفا عني رأيي صحيح يعني يحتمل الخطأ ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب ننفتح على بعضنا البعض نحاول أن نقرب وجهات النظر لا نكون جنودا لأن نفتعل حروبا وهمية نكون فيها نحن الوقود نحن الذين نحرق في تلك الحروب من أجل مصالح شخصية لأناس لا يريدون مننا إلى أن نكون جنود نحن جنود لهذه القضية لهذا الفكر الذي نحيا من أجله نادمنا في أرض فلسطين فيجب أن يكون الهم الذي في قلوبنا فلسطين وقضية فلسطين الأسرة والمصرة هذه الأرض التي خضبت بدماء الشهداء هذه الأرض التي نخطو عليها خطواتنا ما بنيت وما كان فيها مؤسسات مدنية وما كان فيها مؤسسات نحن الآن نقطات من خلالها أو نعيش بأننا في دولة فيها مؤسسات إلا من خلال دماء الشهداء فنحن الأمناء على تلك الدماء نحن الأمناء على قضيتنا وعلى مبادئنا فإن أردنا أن نبقى هؤلاء الأمناء وأن نتقدم خطوات سريعة علينا أن نصلح فيما بيننا علينا أن ندرك بأننا يجب أن نكون أناس وسطيين أناس وقافين عند الحق وإن كان الحق على نفسه وإن كان الحق على أقرب أقرب المقربين مني الحق بين واضح جليل كعين الشمس في الظهيرة هو حق واضح أبلج ما في مجال أنك تشك فيه فبالتالي يجب على الجميع أن ينساق لهذا الحق نحن ما كان إن وصلنا إلى هذه الدرجة سنكون قادرين على أن نتجاوز الكثير من المحكات والكثير من الأمور الشائكة في الساحة الفلسطينية وكل ذلك على عواتقنا نحن الشباب هي أمانة سنسأل عليها أمام الأجيال وستبقى في أعناقنا إلى أن نحرر هذه الأرض بأن نكون نحن الأمناء على هذه القضية وانتماءنا الأول والأخير هو القضية أنا لا أقترب من ذلك الحزب من ذلك الفصيل من فلان أو علان إلا بمقدار ما يقربني من قضيتي إلا بمقدار ما يقربني من تحقيق الحلم الفلسطيني الذي مضى عليه ما يقارب المئة عام ولا أبتعد عن ذلك الفلان أو عن ذلك الفصيل أو عن ذلك الفكر أو الحزب إلا بمقدار ما يبعدني ذلك الشخص أو ذلك الحزب أو ذلك الفصيل عن حلمي الفلسطيني الذي ما زال الشعب يقدم الغالي والنفيس لأجله إذن للشباب دورا فعال في نبذ الخلاف وتحقيق التآلف المجتمعي الفلسطيني لو تحدثينا في عجالة عن موضوع دور الشباب في موضوع التغير السلمي ودورهم في صناعة القرار ولهم أيضا دور عظيم في موضوع أن يكونهم الفئة الرائدة للتغيير وبناء هذه الأمة حقيقة الشباب من الصفات والسمات المهمة أيضا في شخصياتهم أو في الفئة العمورية لهم الإبداع لديهم طاقات كامنة تدفعهم دائما إلى البحث عن الإبداع التميز لهم دور عظيم في أن يغيروا هذه المجتمعات لأنهم عندهم شغف دائم إلى الحرية والديمقراطية هم يجاهدون هم يقاتلون هم يستميتون من أجل حصولهم على حريتهم وحقهم في الدمقراطية الشباب العربي بشكل عام والشباب الفلسطيني بشكل خاص كان له دور عظيم في أن يبحث لمجتمعاته عن حريتها وعن دمقراطيتها عن أن تكون شعوب تعيش تحت ظل الدمقراطية العالمية بعيدا عن الحكم المستبد الذي يتوارثه ملك عن ملك أو رئيس عن رئيس أو حزب عن حزب حكم دمقراطي يحكم فيه الشعب وتكون السلطة العليا والقوة العظمى لهؤلاء الشعب وما حصل في الربيع العربي ليس ببعيد عنه الذي كان محركا لتلك الثورات في الربيع العربي كان الشباب الذين كانوا في مقدمة وطليعة تلك الثورات التي أعطت نموذجا فريدا للعالم ككل في كيفية الاحتجاج السلمي وابتكرت أساليب إبداعية في كيفية التعبير عن النفس وعما تريد هذه النفس من حقوق والمطالبة في حقها في مختلف الحقوق التي توهب للإنسان بحقه ومكفولة بالأعراف الدولية الشباب اليوم عنده إحباط إحباط من الواقع إحباط من البطالة إحباط من الفقر إحباط بأنه قد يكون بلا ظهر يسنده وبالتالي لا يكون له وظيفة حسنة لا يكون له حق في التعليم الجيد لا يكون له حق في أن يكون إنسان لديه حق الصحة يتعالج في هذه الحكومات وبالتالي هو يعيش حالة إحباط حالة يأس يحتاج هذا الشباب أن يخرج من تلك الحالة أن يعود إلى شعوره بذاته بقيمته بمكانته أن يقوي مواطن القوة في داخله أن يعمق الوعي الثقافة العلم أن يكون إنسان أكاديمي يوصل صوته وصوت قضيته للعالمية أن لا يكون راكدا موجودا في ذلك الظل الذي أرادوه له أن يخرج إلى الضوء لأنه سيكون الضوء الذي ينشر في هذه الأراضي نعم يعني إجابات شافية وإنارات وإضاءات عظيمة بمما تفضلتم به أستاذة سمر ولكن الوقت يضيق فنشهركم على حضوركم الكريم إلى برنامجنا ونشكر مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة